أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أحيانا يتساءل المؤرخ الباحث الذي يقرأ في التاريخ ما الذي ما هي دوافع بني أمية في قتل أمثال عبدالله الرضيع قد يقول أحدهم أن الحسين تمرد ورفض بيعة يزيد بن معاوية والحكومة كانت حكومة استبداد بالمطلق حكومة جاهلية بالمطلق ولم تكن قادرة على أن تسمع صوت المعارضة والحسين عارض ورفض إذن قتلوه لكن لماذا قتلوا عبدالله الرضيع وكان باستطاعتهم أن يتركوه حتى يموت في حضن أبيه وحينئذ لم يكونوا متهمين بدمه هناك ثلاثة أسباب لا رابعة لها السبب الأول أنهم كانوا يريدون القضاء على الدين وكان الإمام الحسين وأولاده ومن بقي معه في كربلاء هم الذين يرفعون راية الدين الحقيقي الصحيح وكانوا يريدون القضاء على الدين فلا يبقون أحداً ولو طفلاً رضيعاً لأنه سيكبر وحينئذ يرفع راية الدين كما رفع أبوه الأمر الثاني حقد دفين في بني أمية على بني هاشم هناك أحقاد تجمعت أول حقد أنهم كانوا يريدون السلطة والدنيا وكان أبو صفيان في مكة المكرمة قبل بعثة النبي يحكم مكة كان يبحث عن الدنيا وما فيها من مغانم والنبوة هي التي مسحت هذه الأحلام من صفحتهم فكانوا يحملون أحقاد على هذا الدين ومن قتل منهم في بادر وأحد وخيبر وغير ذلك فكانت عندهم أحقاد دفينة الأمر الثالث الوحشية بكل معناها التوحش الذي كان في قلوبهم عرب جاهلية متوحشون كانوا مثل الذئاب وقد سماهم الإمام الحسين بهذا الإسم قال في أول خطبة خطبها حينما أراد الخروج من مكة المكرمة قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات عسلان الفلوات يعني الذئاب المتوحش فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سغبة لا محيص عن يوم خطب القلم كتب الله القتل على الحسين ولكن اختار الحسين مقتله أي لم يكن قتله إجباريا بنوا أمي كانوا يريدون أن يوصلوا الجريمة إلى نهايتها بينما الإمام الحسين كان يريدون أن يوصل التضحية إلى نهايتها كان هناك تناقض حقيقي بين الحق والباطل في عمل الحسين وفي عمل أصحابه ولذلك هم قتلوا مثل عبد الله الرضيع ولم يتورعوا عن مثل ذلك لأنهم كانوا ضد هذا الدين ولأنهم كانوا ضد ذرية رسول الله ولأنهم كانوا متوحشين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر